القربان هو شيء يقدمه بعض الأشخاص للقوى التي يعتقدون أنها تؤثر في حياتهم إما تقربا أو حبا أو خوفا لكن أن يكون الإنسان هو القربان الذي يقدم فهذا ما يثير المخاوف والرفض الواسع كما في قصتنا التي تأتي من محافظة ذيقار في العراق فقد هزت هذه القصة المنصات وهي قصة جماعة القربان وأحدثت جدلت واسعا داخل وخارج العراق بسبب بيان للأمن العراقي البيان نشر على صفحة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية العراقية بأنه ألقي القبض على أربعة أشخاص ينتبون لجماعة القربان في محافظة ذيقار ونشرت لهم ثلاث صور فقط هي هذه ووصف البيان الجماعة بأنها منحرفة وأن القبض عليهم تم بناء على توصيات من وزارة الداخلية تحث على التصدي للمنحرفين والخارجين عن القانون البيان مشاهدين كان مقتضبا جدا أوضحت فيه الوكالة خبر الاعتقال بلا مزيد من التفاصيل حول الجماعة أو هوية الأشخاص وورد فيه ما يلي حسب توجيهات السيد وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة والخارجين عن القانون ألقي القبض على أربعة متهمين مما تسمى جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذيقار إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة طبعا انتشار هذا النبأ وبيان الداخلية العراقية والحديث عن هذه الجماعة أثار ردود فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي فمثلا هنا عمار المشهداني قال نشد يدا بيد للحد من تلك الأعمال الداخيلة على المجتمع والقضاء عليها ومحاسبة من يقوم بها ضمن إجراءات القانون الصارمة وتقديم الجنات إلى القضاء لإجراء اللازم شئتم أم أبيتم القانون فوق الجميع أما رعد الموسوي فيقول بعض المؤسسة الدينية عن الواقع الاجتماعي يتسبب بظهور تلك الفرق والجماعات وربما نشهد المزيد منها في المستقبل أخيرا تغريدة من محمد رمزي يقول واضح أننا بنرقع العبادات ما قبل الجاهلية وتأليه الإنسان زي فرعون والنمرود وتقديم قرابين بشرية مشاهدين جماعة القربان وعلى الرغم من غياب تفاصيل مؤكدة حولها فإن الكثير شككوا في وجودها خاصة ما وصف بأنها على علاقة بالفكر والمذهب الشيعي ونسبت لها طقوس لم ترد في بيان الشرطة ولا في أي مصدر موثوق آخر شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها شكرا جزيلا للمشاهدين شكرا جزيلا للمشاهدين